سأذهب لضيفي الكريم من بكين سيد نادر ونغ الكاتب والمحلل السياسي سيد نادر بداية أرحب بك يعني كيف تنظر الصين لما يحدث في السودان وتأثيره على مصالحها هناك أهلاً ومرحباً بكم أولاً الصين تدعو في بداية الاندلاع والأزمة تدعو الصين إلى المصالحة إلى التحديئة وتجنب المزيد من التسعيد وكذلك تدعو الصين الأطراف المختلفة في السودان إلى العودة إلى الحوار والتمسك بدفع الانتقال السياسي في البلاد وكذلك حماية المواطنين والأجهزة الدبلوماسية للدول الأجنبية طيب سيد نادر هل تقدم الصين ربما في الفترة القادمة على اقتراح أو تقديم أي حلول لحل هذه الأزمة والعودة بها ربما للمربع الأول كونها أزمة سياسية وليست عسكرية طبعا الصين أعتقد سيكون هناك مشروع مفصل مبادرة من قبل الصين كما رأينا الصين قد لعبت دور مهم في المصالحات في الدول منطقة الشرق الأوسط وكذلك الصين لديها المصالح وكذلك الشركات كثيرة العاملة في السودان وهناك أيضا المواطنون الصينيون يعملون هناك في مختلف المجالات فأعتقد الصين ستلعب دورا مهمة في تسوية الأزمة وكذلك الصين مستعدة كذلك لتقديم أي دعم لتحقيق التحديئة والمصالحة ووقف إطلاق النار في السودان هل تملك الصين أي قنوات للحوار مع ميليشيا الدعم السريع سيد نادر؟ حتى الآن ليس هناك مصادر رسمية تؤكد الاتصال مع القوات الدعم السريع ولكن أعتقد مهمة الأولى حاليا هو الوقف إطلاق النار وكذلك حماية المدنيين وكذلك المواطنين لأجنبية في السودان